السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا سمعنا عن خاتم سليمان ونعرف انه منسوب للنبي الحكيم سليمان عليه السلام ومن الاف السنين دارت حوله الكثير من الاساطير والقصص والخرافات اللي اختلقها اليهود وحرفوها في بعض الكتب ودايما بيدور في دماغنا اسئلة كتير عن خاتم سليمان هل هو حقيقة ام مجرد اسطورة ولو الخاتم حقيقي شكله ايه وهل للخاتم كدرات خارقة الخاتم مصنوع من ايه وهل الخاتم موجود فعلا الى الان وهنتكلم عن الروايات اللي ذكرت خاتم سليمان وحقيقة الخاتم من القرآن الكريم هنتكلم عن خاتم النبي سليمان عليه السلام اهلا بكم نعلم ان الله سبحانه وتعالى وهب سيدنا سليمان امور لم يهبها لنبي اخر وهبه النبوة والحكمة والعلم والحكم وكان سيدنا سليمان يملك جيش كبير جدا من الانس والجن والطيور والرياح ذكر سيدنا سليمان في القرآن الكريم وفيه اية في القرآن الكريم هي اللي هنبني عليها قصتنا اليوم عن خاتم سليمان بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانُ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّا أَنَابٍ صدق الله العظيم وقبل ما نتكلم عن تفسير علماء المسلمين عن هذه الآية هنتكلم عن الرواية والقصة اليهودية المحرفة التي لا تصدق اليهود قالوا ان الله وهب النبي سليمان خاتم وكان بيرتديه طول الوقت واستطاع من خلال الخاتم التحكم في عالم الجن والشياطين والحيوانات والطيور وتسخرها له اما شكل الخاتم فقيل ان مرسوم عليه نجمة سداسية من الاعلى هذه النجمة هي شعار اليهود وهي مرسومة على عالم اسرائيل الى الان ومن الداخل منكوش عليه اسم الله الاعظم الذي لا يعلمه احد الى الان هذا الخاتم مصنوع من سبع معادن الرصاص والقصدير والحديد والزهب والنحاس والزئبك والفضة قالوا في يوم من الايام اخذ سيدنا سليمان عليه السلام جيش العظيم وذهب الى مدينة بحرية اسمها صيدون وهي مدينة صيدة في لبنان حاليا وفتح المدينة وقتل ملك المدينة هذا الملك كانت له بنت اسمها جرادة وكانت على قدر كبير من الجمال فعجبت سيدنا سليمان وبعدها تظاهرت بانها امنت به فاحبها وتزوجها وكانت جرادة زوجة سليمان طول الوقت حزينة وتبكي على فراق والدها وكان سيدنا سليمان يريد ارضاها فطلبت منه انه يصنع تمثال اولوحة فنية لوالدها لتتذكره دائما فوافق سيدنا سليمان كانت جرادة زوجة سيدنا سليمان تدعي ايمانها بالله امام سيدنا سليمان والحقيقة انها كانت بتعبد تمثال والدها هي وجواريها وفي يوم من الايام كان سيدنا سليمان في مجلس علم وكان موجود وزيره وكان اسمه اصف بن براخية وهو من علماء بني اسرائيل ووفقا للرواية اليهودية كان يحمل اسم الله الاعظم وهو الذي نقل عرش بلقيس لسيدنا سليمان في طرفة عين كان وزير سيدنا سليمان في المجلس يتكلم عن الانبياء في فتر طفولتهم وعندما كبروا وعندما انتقل بحديثه لسيدنا سليمان زكر فتر طفولته فقط فسأله سيدنا سليمان بعد ذلك لماذا لم تذكر فترتي وانا كبير فقال له لان في بيتك يوجد احد يعبد الاصنام فعرف سيدنا سليمان بان زوجته تعبد تمثال والدها الذي بناه فحزن حزنا شديدا وبعد ذلك امر بتكسير التمثال وجلس يدعي الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وحسب الرواية اليهودية اراد الله ان يخسر سيدنا سليمان الخاتب وملكه لمدة اربعين يوم سيدنا سليمان كان له زوجة اسمها امينة كان بيسك فيها جدا وكان سيدنا سليمان عندما يدخل ليقضي حاجته او يدخل لاستحمام فكان بيعطي الخاتم الى زوجته امينة وفي يوم من الايام اعطاه الخاتم ودخلا لقضاء حاجته فاراض الشيطان خداع زوجته لسرقة الخاتم فظهر لها في صورة سيدنا سليمان وقال لها اعطيني الخاتم فعطته الخاتم فقام بلبس الخاتم وجلس على العرش مكان سيدنا سليمان وعندما خرج سيدنا سليمان الحقيقي طلب من زوجته الخاتم لكنها شكت انه شيطان متشبه في سورة سليمان وتخيلت انها اعطت سليمان الحقيقي الخاتم فطردته خارج الكسر فخرج سيدنا سليمان وهو حزين وعلم ان الشيطان اخذ الخاتم وجلس على العرش مكانه بدأ سيدنا سليمان انه يقول للناس انه سليمان الحقيقي لكن الناس كذبته ورفضت كلامه وبدأت تهاجمه بعد ذلك عمل سيدنا سليمان في مجال الصيد وبعد فترة وزير سيدنا سليمان اكتشف ان الشخص الذي يجلس على العرش طباعه واسلوبه مختلف فبدأ يسأل زوجات النبي سليمان فأكدوا ان طباعه اختلفت فتأكد ان هذا هو الشيطان وليس النبي سليمان وعندما اكتشف الشيطان ان امره كدكتشف طار بعيدا عن العرش واثناء طيرانه سقط منه الخاتم في البحر سيدنا سليمان الحقيقي كان بيصطاد فوجد الخاتم في بطن سمكة وعاد مرة اخرى للحكم هذه الرواية اليهودية محرفة اما تفسير العلماء المسلمين وهو التفسير الصحيح العلماء المسلمين رفضوا هذه الرواية ووصفوها بالمحرفة وقالوا ان هدفها هو التقليل من شأن الانبياء لان الشيطان لا يتشبه في سورة نبي من انبياء الله وقالوا ان هذه الرواية لم يتم ذكرها في القرآن الكريم ولو كان لخاتم سيدنا سليمان وجود او حقيقة لذكرها الله لنا في القرآن الكريم كما ذكر عصى سيدنا موسى عليه السلام وقالوا مش معقول ان الله يجعل ملك سليمان او نبي من انبياءه محصور في خاتم واستشهدوا بالآية الكريمة وصخرنا له ولم يقل وصخرنا في الخاتم وافادوا العلماء المسلمين بانهم لو اعتبروا ان الرواية صحيحة وان سيدنا سليمان اخطأ بالفعل فما زنب الناس ليحكمهم الشيطان وما زنب زوجات النبي سليمان لعاشرهن الشيطان واكدوا ان هذه الرواية خاطئة وغير صحيحة فاكرين في اول الفيديو لما قلت لكم ان في آية في القرآن الكريم هي اللي هنبني عليها قصتنا اليوم عن خاتم سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب صدق الله العظيم فما هو التفسير الصحيح للآية الكريمة الشيخ الشعراوي رحمه الله قال ان سيدنا سليمان وهبه الله الملك والنبوة معا وكان اول نبي يحصل على الملك والنبوة معا وهذه هبه عظيمة من الله سبحانه وتعالى وقال الشيخ الشعراوي ان سيدنا سليمان اخذته الدنيا قليلا فاراد الله سبحانه وتعالى انه يبتليه ويصحح له المصار فاجلسه على العرش جسد بلا روح حتى يتذكر ان لا شيء يحدث الا بامر الله سبحانه وتعالى ثم عاد له الروح مرة اخرى ثم أناب بمعنى عندما عرف سيدنا سليمان الخطأ استغفر الله وبعد ذلك وهبه الله ملك لم يهبه لأحدا من بعده وده كان طلب سيدنا سليمان كما ذكر في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدا من بعدي انك انت الوهاب صدق الله العظيم وفي النهاية هذه قصة خاتم سليمان من جميع المصادر ونؤكد ان الغيب فقط بيد الله وان الله يعطي الملك لمن يشاء ويمنعه ممن يشاء وسيبقى السؤال قائما هل خاتم سليمان حقيقة ام خيال اشتركوا في القناة